رغم أنه عد أكتر من 30 سنة على العرض الأول لمسلسل يوميات ونيس لكن لست المسلسل بكل أبطاله محفورين في دماغه وقلوب جمهورهم بعدما ارتبطوا بيهم على مدار 8 أجزاء لكن لما جم يدوروا عليهم من تاني عشان الجزء التاسع كانت الصدمة الزمن جار عليهم وكلهم رفعوا شعار لم ينجح أحد في التمثيل بعدما قعدوا كلهم في البيت لدرجة أن واحدة منهم اشتغلت رقاصة تعالوا نقول لكم كل واحد من أبناء ونيس اختفوا رحفين نيجي للإبن البكري عز الدين عيبك اللي اسمه الحقيقي سامح صفوت وعنده دلوقتي 46 سنة ساب المحاماة رغم أنه كان حيبقى مستشار دولي قد الدنيا وكل ده عشان التمثيل لكن من بعد الجزء التامن محدش من المخرجين بيطلبوا نهائي عشان كده قرر يغير المصار ويشتغل انفلونسر وبيعمل تحديات أكل وجرب يعمل تجربة غنائية وبرضه ما نكحتش ويبقى الحال كما هو علي أما عن جهاد اللي اسمها الحقيقي هودا هاني واللي الحظ حلفها بدخول الفن عن طريق عمتها هناء الشرباجي وقدرت تخطف الأنظار من أول مشهد عندها دلوقتي 44 سنة اتجوزت من المخرج أسامة بركات وبعد إن جابها لابنها قررت تبعد عن الساحة الفنية وكل ده عشان تربي ابنها وتعيش حياة أسرية لكن يا فرحة ما تمت هودا عانت كتير بسبب المشاكل والخلافات الأسرية لحد ما وصلت للطلاق سنة 2017 ورغم إعلانها أنها مستعدة بكل شغف لرجوعها للساحة الفنية لكن الظهر كده أن المخرجين نسيوها ومسحوا رقمها ويكأنها ما دخلتش المجال من الأساس نيجي بقى لشرف الدين شرفانطح فادي خفاجة اللي حكايته حكاية عنده دلوقتي 41 سنة مع جون بمي التمثيل هو واخوته اللي لحد دلوقتي الناس بتطلقبط ما بينهم ومحدش عارف مين فادي من شادي من هادي ورغم إن التلاتة وخاصة فادي وقفوا قدام كبار نجوم الدراما والسينما المصرية إلا إنهم بيشتكوا بشكل واضح وصريح من قعدتهم في البيت خاصة بعد ما فادي كتب على حسابه على الفيسبوك وطلب من المخرجين إنه عايز يمثل وإنه ملوش غير الشغلانة دي وبالفعل الموضوع جاب نتيجة ورجع واحدة واحدة بأعمال درامية ولسه بيعافر عشان يرجع لمكانه من تاني آخر العنقود هودا الزقردة اللي صدمت الجمهور لما كبرت خاصة إنها عملت حاجة خارجة عن المألوف ريم أحمد واللي عندها دلوقتي 33 سنة ثابت التمثيل تماما واشتغلت مدربة رأس زومبا ومع انتشار فيديوهاتها اتعمل عليها حملات هجومية كتير والكل بيقول مستحيل تبقى دي تربية بابا ونيس تفتكروا الجزء التاسع هيحقق نفس نجاح الواسع زي الأجزاء السابقة ومين أكتر شخصية فيهم وحشكم تشوفوها على الشاشة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة